القضاءات لا يتسامحون على من يرتكب هذه الأفعال خلال هذا الشهر العظيم يعني يطبقون أقصى العقوبات على من تسوي له نفسه أو من يتم ضبطه متلبسا بارتكاب هذه الأفعال المنافية للقانون يعني رفع الأسعار أو ما يسمى بالمضاربة أو تكديس سلع لإخراجها في أوقات معينة وأنتم تعرفوا القانون جديد المضاربة هذا يعني أدنى عقوبة فيه راهي توصل سبع سنوات فحذاري من إخوتنا التجار حذاري ثم حذاري من الوقوع في هذا المطبات هذه المخالفة للقانون تكديس السلع أو رفع الأسعار خارج الإطار المقنن أو المحدد قانونا